التقى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة سويس وليد جمال الدين مع المدير التنفيذي لشركة سكاتيك ونائب النرويجية ونائب رئيس الشركة للمشروعات لمتابعة المستجدات الخاصة بالتعاون في تنفيذ المشروعات الخاصة بالوقود الأخضر وتوطين الصناعات المغذية لها وأعرب وليد جمال الدين عن جدية المنطقة الاقتصادية فيما يتعلق بدعم الكيانات الكبرى التي قامت بتوقيع مذكرة التفاهم لإنتاج الوقود الأخضر بالإضافة إلى جهزية المنطقة الاقتصادية لهذه المشروعات من جانبه أوضح المدير التنفيذي لشركة سكاتيك النرويجية لالتزام الكامل الذي تبديه شركة سكاتيك لإنجاز هذا المشروع بأعلى المعايير الفنية ووفقا للإطار الزمني المحدد اشتركوا في القناة